شيخ سيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل يجوز الزكاة أن تعطيها لصهيرك علشان يزوج نفسه وعلشانه تعينها على الزواج أنه لا يملكها وتحصبها من الزكاة هل يجوز ذلك؟ نعم لا مانع شرعا أن تعطيها زكاة المال لصهيرك لأنه يجوز أن تعطيها حتى لابنك الذي لا تجب عليك نفقته فمن باب أولى في الجواز أن تعطى للصهير الذي هو أبعد من الإبن وإن كان من باب أولى في الإعطاء أن تكون للإبن نعم لا حرج في ذلك إن شاء الله فإذا كان الولد لا يجد ما يكفيه للزواج فاعطيه من زكاة المال لا مانع شرعا في إعطائك الزكاة لولدك لحاجته للزواج لأن ذلك غير واجب عليك ويبدو من السؤال أن الولد صار بالغا قادرا على الكسب فلا تجب عليك نفقته ولا تكاليف تعليمه فلك أن تعطيه من زكاة المال للزواج والتعليم قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فاعطيهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول والأثر ثابت ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فاعطيهم من زكاة مالك يعني إذا كان هذا الولد لا تجب عليك نفقته وأنت لا تعول فاعطيه من زكاة المال لا حرج في ذلك إن شاء الله فإذا كان الولد لا يجد ما يكفيه للزواج فاعطيه من زكاة المال وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حليم لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه وإن كان ابنك الذي لا تجب عليك نفقته لا يستطيع على تكاليف الزواج فلك أن تعطيه وهو أولى من غيره وأنت أولى بإعطائه سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لو أن شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب والسكناء لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة يعني زكاة المال فأجاب رحمه الله نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملا والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح في المسألة وهنا مسألة لابد من التنويه عليها هو أنه يشترط أن تنوي بما تعطيه من المال أنه زكاة قبل الدفع أو عنده لا بعد ذلك لأن الأعمال لا تصح إلا بالنيات كما هو معلوم والنية تسبق العمل ولا يسبق العمل النية فإذا أعطيت ابنك ما يتزوج به ثم نويت بعد ذلك أن تجعل هذا من زكاة المال هذا لا يجوز ولا يصح ولكن لابد أن تنوي أن هذا المال هو من الزكاة قبل أن تعطيه إياه أو عند الدفع فالخلاصة نعم يجوز أن تعطيها زكاة المال لصهيرك وكذلك لابنك الذي لا تجب عليك نفقته والله عز وجل أعلى وأعلم ولكن طبعا الأولى من الصهير الإبن أن تساعد ابنك أن يتزوج إذا كان بالغا ويستطيع الكسب لأن نفقته لا تجب عليك لكن من باب أولى أن تعينه ولكن جوابا على سؤالك هل يجوز أن أعطي الصهير من زكاة المال الجواب نعم يجوز لا مانع من ذلك إن شاء الله إن كان من أهل الزكاة يعني إن كان فقيرا أو مسكينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر